اشتركوا في القناة او تخصيص اية اموال او املاك او عائدات او تقديم الدعم باية وسيلة لفرد او مجموعات يمارسون نشاطا ارهابيا وتنص المادة الاولى من المرسوم بقانون على ان يعاقب بالسجن المؤبد او السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة الف دينار ولا تتجاوز خمسمائة الف دينار كل من جمع او اعطى او خصص املاكا او اموالا او عائداتها لجمعية او جماعة او منظمة او هيئة او عصابة تمارس نشاطا ارهابيا يكون مقرها داخل البلاد او خارجها او لاحد المنتمين اليها او قام لمصلحتها باية عملية او قدم لها دعما او تميلا باية وسيلة وكان يعلم بممارستها لنشاط ارهابي كما تضمن النص تقرير ذات العقوبة لكل من جمع او اعطى املاكا او اموالا او عائداتها لفرد او مجموعة من الافراد داخل البلاد او خارجها يمارسون نشاطا ارهابيا او قام لمصلحة اي منهم باية عملية او قدم لأي منهم دعما او تمويلا باية وسيلة وكان يعلم بممارستهم لنشاط ارهابي كما يعاقب بذات العقوبة كل من تسلم مباشرة او بالواسطة باية طريقة كانت املاكا او اموالا ايا كان نوعها من اي من هؤلاء الافراد او تلك الجهات للمحافظة عليها او استغلالها لمصلحة اي منهم ويعاقب على الشروع في اية من هذه الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة اما المرسوم بقانون الثاني الذي صدر عن صاحب الجلالة العاهل المفدة فهو المرسوم بقانون رقم سبعة وثلاثين لعام الفين وسبعة عشر بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم اربعة عشر لعام الف وتسعمائة وواحد وسبعين بشأن التوثيق واسمح التعديل باسناد كل او بعض مهام كاتب العدل لاشخاص ومكاتب في القطاع الخاص ممن تتوفر فيهم شروط كاتب العدل التي حددها القانون اعلى للقيام باعمال التوثيق وتوفير السرعة للقطاع الخاص لتوفيق المستندات كما يتيح توفير خدمات التوثيق باللغة الانجليزية ويجيز التعديل للوزير المعني بشؤون العدل منح ترخيص لكاتب عدل خاص للقيام بكل او بعض اعمال التوثيق وذلك وفقا لما يصدره وزير العدل من ضوابط وشروط واجراءات ترخيص كاتب العدل الخاص كما اصدر صاحب الجلالة العاهل المفدة مرسوما بقانون رقم 38 لعام 2017 الخاص بتعديل بعض احكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لعام 2002 ويهدف المرسوم بقانون الى اعطاء السند القانوني اللازم لتمكين كل من وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات من ترخيص شركات الاتصالات التي تقدم خدمات البنية التحتية وذلك تحقيقا لاهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات ويجعل المرسوم بقانون تشغيل وصيانة خدمات البنية التحتية ثابتة للاتصالات متاحا امام كافة الشركات ومشتغل الاتصالات العامة المرخص لها بما يتيح تكافؤ الفرص امام جميع الشركات ترجمة نانسي قنقر